اصبحت الطريق الى جبل مطخن في وصاب العلي بمحافظة دمار مهدة وسهلة امام سيارات النقل التي لم تصلها من قبل بعد ان قدم ابناء المنطقة مبادرة مجتمعية بجهود ذاتية تمثلت في دفع تكاليف المعدات الثقيلة لشق الطريق الجبالية والوعرة كل هنا يضع بصمته في هذا المشروع الحيوي بعد انتظار طويل ومعاناة اطول تفاعل كبير من التجار ورجال الاعمال في الداخل والخارج بتقديم التبرعات لصالح مشروع رصف طريق الشرقي بجبل مطخن التي وصلت تكاليفها الى اكثر من 45 مليون ريال حتى اللحظة المواطنون عبروا عن فرحتهم الكبيرة عند وصول المعدات الثقيلة التي بدأت بشق الطريق الجبالية الصعبة والتي تخفف من معاناتهم في نقل كل ما يحتاجونه من مواد قذائية وغيرها كما تسهل نقل المرضى الى المستجفيات العامة في المحافظات المجاورة وتمكن المسافرين والمواطنين بشكل عام من التنقل بكل يسر وسهولة دور فعال يقوم به المواطنون في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب المفروضة عليها من الميليشيات الحوثية التي احرمتهم من ابسط حقوقهم وفي ظل غياب تام للدور الحكومي في تدليل ابسط مقومات الحياة سيما والطريق هو شريان الحياة